شركة أديداس تعتذر للمغاربة بخصوص قاميس المنتخب جزائري قدمت شركة أديداس اعتذارها للشعب المغربي والصناع التقليدي المغاربة صباح الجمعة 14 أكتوبر الجاري على خلفية قضية قاميس الزليج الذي صممته للمنتخب جزائري وحسب ما جاء في بيان للشركة الألمانية نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فقد جرت مناقشات بين أديداس ووزارة الشباب والثقافة المغربية تم التوصل من خلالها إلى تسوية ودية قانونية بخصوص قضية قمصان كرة القدم الخاصة بالمنتخب الجزائري والتي خلقت جدلا كبيرا مؤخرا وأكدت أديداس من خلال بيانها على أن تصميم قاميس الجزائر مستوحى بالفعل من نمط فوسيفساء الزليج وأن الشركة لانية لها في الإساءة لأي جهة كانت كما أبدت الشركة الألمانية احترامها العميق للشعب والصناعة التقليدية المغربية إذ تتأسف للجدل الدائر حول هذه القضية وفي السياق ذاته أشارت إلى أنها تعترض على أي عمل من شأنه الاستيلاء الثقافي والمساس بالإرث التاريخي للأمم والشعوب وبهذا البلاغ تكون الشركة الألمانية العملاقة قد وجهت ضربة قاضية لأهداء الوطن ترجمة نانسي قنقر